اشتركوا في القناة الزمن الذي عاش فيه العراقيون تحت ظلم قوتين عظميتين تتصارعان على أرضه إذ كان البريطانيون والعثمانيون يتقاتلون من أجل الظفر بالعراق والضحيتهم العراقيون الذين عاشوا الرعب والقحط والجوع ولكن قبل البدء أذكر الأصدقاء الذين لم يشتركوا بالقناة بعد أن يشتركوا يلا نشوف بدأت القصة في العام 1916 عندما كانت الحرب العالمية الأولى في أوجها وكان العثمانيون في صراع مع البريطانيين على محاور عدة من بينها صراعهما على العراق التي كانت تحت سيطرة العثمانيين لقرون كانوا يحكمون الناس باسم الدين ويصدرون فتاوى الجهاد لقتال البريطانيين وباسم الدين كانوا يجبرون الرجال على المشاركة في القتال فيأخذونهم عنوة من منازلهم إلى جبهات القتال وليس في العراق فقط بل وفي جميع المناطق والبقع التي كانت تحت سيطرتهم وقد سمي تسفير الشباب إلى القتال عنوة بالسفر برلك في الشام ومناطق أخرى من بينها ولاية الموصل التي كان يعود إليها شبابها قتل من الجبهات وكان العثمانيون يتعمدون جمعهم ليلا كي لا يتسببوا بتجمعات كبيرة فيذهب أهالي الجنود ليتفقدوا إن كان ابنهم ضمن القتل أم لا فيقفون في طابور وكلما وصل أحدهم إلى الجثث أشعل عود كبريت ليتفحص وجوه الجنود وهم ممددون قتلى على الأرض وعلبة الكبريت كانت ولا تزال تسمى شخاطا للهجة العراقية فصار الناس يطلقون تسمي الطابور أو شخاطا على طابور الأهالي الذين يتفقدون وجوه ذويهم من القتلى وكعادة الحروب يدخل الناس في مشاكل اقتصادية وقلة في الطعام وما زاد من فقر الحال هو أن العثمانيين كانوا يفتشون منازل الناس ويأخذون مونتهم من قمح ورز وشعير إلى المقاتلين الذين يدافعون عنهم وعن عرضهم وأرضهم هكذا كانوا يقولون لهم ليبرروا أعمالهم في سلب الشعب خزينتهم من الطعام فعاش الناس في عوز وجوع كبيرين وما زاد الحال سوءا هو الجفاف والقحط الذي ضرب الموصل في العام 1917 ما دفع البعض ومن بينهم الزوجين عبود وخجاوى إلى أكل القطط وعندما قضي على كل القطط صاروا يصطادون الكلاب ويأكلونها حتى أن مما جاء في اعترافات الزوجة في المحكمة والموثقة في أرشيف العثمانيين قالت بأنهم أحبوا لحوم الكلاب أكثر من لحوم القطط وبعد نفاذ الكلاب أيضا من الشوارع والمناطق البعيدة تحول عبود وزوجته التي كانت تعمل دلالة إلى آكلي لحوم البشر وأول إنسان أكلوه كانت جارتهم التي استدرجتها خجاوى بحجة أن لديها أشياء تريد أن تريها إياها وبعدما جلستا تتبادلان الحديث فاجأها الزوج عبود بضربة من الخلف وقتلها وعلى الفور أسرعت خجاوى بإحضار الأوان وتقطيع المرأة داخلها وبدأ عبود بطبخها بنفسه إذ كان يعمل طباخا ويملك مطعما صغيرا قبل أن يغلقه بسبب المجاعة التي ضربت المدينة لم يحبا طعم لحم جارتهم المسنة فاقترحت الزوجة على زوجها عبود أن يجربا طفلا صغيرا فاتفقا مع ابنهما أن يجلب طفلا من المحلة إلى منزلهم بحجة اللعب معه وكانا يختاران توقيتا مناسبا بحيث لا يرى أحد الطفل يدخل منزلهم مع ابنهم وهكذا اختطفوا وقتلوا أول طفل تعامل عبود مع الجثة وكأنها لحمل صغير وليس لآدمي ففرغت جمجمة من الدماغ ودفنها في حفرة عميقة داخل قبو منزلهم فبيوتات الموصل القديمة تشتهر بوجود الأقبية داخلها ويطلق الموصليون تسمية سرداب على القبو أعجبت الزوجين الفكرة فكرراها أكثر من مرة حتى صار عندهم فائض في اللحم ليقرر عبود أن يعود ويفتتح مطعمه الصغير وأن يبيع فيه أكلة القلية التي لا تزال من بين أشهر الأكلات في الموصل كان الناس يتزاحمون على مطعمه لرخص أسعار الوجبات التي يقدمها فاستمروا على هذا الحال بضعة أشهر بل وتطور عملهم إلى خطف الأطفال من الأحياء الأخرى أيضا دخل سكان الموصل في رعب من قضية اختفاء الأطفال وصار الكثير من الأهالي لا يسمحون لأطفالهم باللعب خارج المنزل ولم تستطع الحكومة والجندرمة المحلية أن يحلوا الموضوع حتى انكشف أمرهما أخيرا عن طريق الصدفة ففي أحد الأيام وأثناء تناول زبون لوجبته في مطعم عبود وقفت في فمه قطعة صغيرة من العظام وعندما لفظها وجد أمامه إصبعا صغيرا وكانت حينها حوادث اختفاء الأطفال في تزايد مستمر فشعر بالخوف وقرر عدم التحدث إلى عبود بل تبليغ الشرطة لتحر الأمر وبالفعل داهمت الشرطة منزل عبود ومطعمه ومن خلال تفتيش المنزل عثروا على القبو وبداخله حفرة كبيرة مليئة بالجماجم الصغيرة وفيما بعد تم تحديد عددها بمئة جمجمة لتسعة وتسعين طفلاً وامرأة واحدة أجر التحقيقات مع عبود وزوجته وبعدها قدما إلى المحكمة وأثناء المحاكمة انهارت زوجة عبود وعترفت أمام الحاكم بما اقترفته مع زوجها من فضائع وقامت في حينها مجلة علام دار التركية والتي كانت تتبع الدولة العثمانية بنشر نص الحوار الذي جرى بين الحاكم وبين خجاوى زوجة عبود وهو موجود باللغة العربية في صندوق الوصف حكمت المحكمة على عبود وزوجته بالإعدام شنقاً لما فعلوه بحق الأطفال ولترويع المجتمع وتم إعلام الناس عبر الصحف والمنشورات بيوم الشنق وطلب من الجميع الحضور لمشاهدة تنفيذ الحكم بحق المدانين وفي صباح يوم الإعدام ركب الزوجان حمارين وسيقاء إلى ميدان باب الطوب الشهير في وسط الموصل حيث نصبت مشنقتان لهما وكان جموع الناس المترقبة شنق الثنائي السفاح يبسقون عليهما ويشتمونهما ويضربونهما أثناء مرورهما نحو ساحة المشنقة وكان عبود صلفاً وقحاً ولم يبدي أي ندم على فعلته بل ويرد الشتيمة على الناس بمثلها ويضيف عليها شتم الحكومة والدولة العثمانية إذ كان يعتبرها المسؤولة عما حدث حضر أهالي الأطفال إلى ساحة باب الطوب لمشاهدة الإعدام أيضاً ويحكى أن امرأة كانت تنهش إحدى أصابع قدم الزوجة حتى قطعته من محجره وصرخت قائلة لقد التهما ثلاثة من أولادي وبعد إعدامهما فرح الناس وعاد الهدوء تدريجياً إلى الموصل فصار الناس يثقون أكثر بإخراج أطفالهم إلى الشارع إلا أن أثر القحط والفقر والرعب الذي عاشه الموصليون لا يزال واضحاً على ثقافتهم حتى اليوم هل سوء الحكومة يبرر تحول الناس إلى قتلة وفاسدين؟ شاركونا آراءكم أصدقاء الرائعين ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة كنت معكم هشام بوتان شكراً على المشاهدة دمتم طيبين شكراً على المشاهدة